هكذا تبدو من الأعلى بعض أودية محافظة حضرموت في هذه السلسلة المترابطة من أشيار النخيل تقدم النخيل أحد أهم المصادر الغذائية لسكان المحافظة كما تمتاز تمرها بجودة مذاقها وتعدد أنواعها وعلى الرغم من الصورة التي تبدو عليها حقول النخيل جيدة ومتماسكة إلا أنها باتت مهددة بالجفاف وأيضا الإصابة بما يعرف بدوباس النخيل الذي يعد من أخطر الآفات الحشرية انتشارا في وديان النخيل بعد أن ظهر قبل عقد ونصف وساهم بتراجع الانتاج الزراعي للتمور عندنا هنا في ودي حضرموت خلال الفترة من بعد 2000 تعرض إلى مرض الدوباس وهو مرض خطير جدا انتقل من بعض الدول المجاورة أول ما انتقل كان إلى وادي عدم ثم انتقل إلى شاء ثم انتقل إلى مدرية التريم نحن هنا في مدرية التريم عملنا ثلاث حملات متوالية التي في 2006، 2007، 2008، 2009 ناصر واحد من مزارع مدينة التريم التي تزخر بمحصول التمور الذي شكل خلال الأعوام الماضية رافدا كبيرا للسوق المحلية لكنه تراجع الان لأسباب عدة كما يقول ناصر بعض النخيل لا يثمر عبدا وبعض النخيل يعمل لك خريف يعني فيه مادة لزية وبالتالي هذا المادة اللزية يعني تغير شكل التمر وتغير نوعيته وجودات التمر بالتالي لا يكون له إقبال في السوق من ناحية التسويق ويعتبر تمر حيواني نحن لا نقول أنه تمر لاستهلاك البشري مع تفاكم الأضرار التي خلفتها حشرة دوباس النخيل بوادي حضر موت بات معظم المزارعين يعانون قلة الانتاج وفقدان أحد مصادر رزقهم وهو ما يستدعي الجهات المعنية التدخل لوضع حلول لهذه الآفة الخطرة حدد مساعد قناة بلقيسة من مدينة تريم حضر موت